طيب خلونا نختم حلقة اليوم بالكلام عن القضية الأشهر عودة كريستيانو رونالدو لريال مدريد خلونا أبدأ وأحكي عدة نقاط 1 2 3 4 5 والقرار لكم بالنهاية هل عودة رونالدو منطقية لريال مدريد ولا لا اللغة الأولى بالنسبة لي اللي بيصير بحسها لعبة مندلز الطليان بالغوا كثير بتحميل رونالدو الخسارة وكأنه رونالدو هو المدافع السيئ وكأنه رونالدو لعب الوسط السيئ بالغوا كثير بشكل مش طبيعي ضد رونالدو حتى لعيبة اليوفي السابقين في منهم مرة ما كلاما عن رونالدو وكامل له وتصريحاته لكثير الناس فبالنسبة لي مندلز عم بتم الآن استهداف موكلي اللي ببساطة اللي حامله حاول لكم لعبة الإعلام فببساطة طلعوا خبر رونالدو يريد العودة إلى ريال مدريد سربوا لأكم من صحفي الخبر عم ينتشر الناس بتنسى الأداء تع رونالدو أمام بورتو وبتنسى أصطر أن اليوفي خرج أمام بورتو ويبدأ الكلام هل هو منطق يرجع أو لا فبالنسبة لي أنا مايل لنظرية أنه حتى الآن اللي بصير لعبة إعلامية فقط لنفترض أنه يا عواد أنت هاي نظريات المؤامرة العيش ليها وعمل لي حالك كونان مش صح خلين نحكي بالمنطق الرياضي بالمنطق الرياضي لو اليوفي بدي بيع رونالدو أعتقد حيكون سعره الآن بالنسبة لعمره لاعب داخل ستة وثلاثين سبعة وثلاثين بالنسبة للاعب خلين نحكي يعني السنة سنتين وخلص قلت القدم إلها بريبة العمر مش ممكن تكمل عن مصر عمرك مئة سنة يعني فأعتقد اليوفي بناء على السعر اللي اشترا فيه رونالدو حيبيع بثلاثين مليون يورو إذا كان فيه نادي بالدفع الثلاثين أعتقد اليوفي حيكون مستعدة بيع رونالدو بثلاثين مليون يورو رغم أنه قيمته التسويقية للعلم مازالت أعلى بس خلينا نحسبها أنه والله عقده كان المية على خمس سنوات فالعقد يعني بخمس وعشرين لعشرين مليون يورو للسنة هذا ببساطة الآن الأكيد أنه رونالدو ما حيروح على راتب كثير أقل من راتبه الحالي والأكيد أنه رونالدو حيروح براتب على الأغلب بيكفي أنك تدفعه لهالند فإنه هالند حيكون مبسوط لو أخذ عشرين مليون يورو حيطيل مش حيكون مبسوط هذا أقل من راتب رونالدو للعلم العشرين فبالنسبة لهالند وبالنسبة لأي مهاجب موجود ممتاز وصغير في العمر قادر يخدمك عشر سنين تقدر تجيبه ربما بستين بالمئة وسبعين بالمئة من اللي راح تدفعه لرونالدو بالراتب إذن من ناحية المالية أنت استراتيجيا أفضل تجيب شاب مش لأنه أفضل من رونالدو لأنه بقدر يخدمك عشر سنين رونالدو ما هيخدمك عشر سنين لكن لو ما اشترت الشباب المميزين هجوميا المتوفرين الآن بعد سنتين حضطر تدفع فيهم 150 مليون وتدفع لهم راتب رونالدو نفسه ممكن البعض يجيقول بس لا استنى يا عواد لأنه والله عودة رونالدو ستضيف اقتصادية لريال مدريد هذا الكلام صحيح لو رح رونالدو لأي نادي غير ريال مدريد ليش عودتوا لريال مدريد تن تحقيق دور الأبطال مع اليوفي ويبدو كأنه تطالع مهزوم مع اليوفي هتكون مش عودة جميلة هتكون كأنه يعني عودة مكسور هذا أولا بس مش هذا الأهم الأهم من ذلك أنه ريال مدريد عصر رونالدو عصر عشر سنوات هو عنده ولبم الشعبية والجماهيرية وكذا فلو رونالدو رجع ما هيأثر اقتصاديا زي تأثيره لما راح على اليوفي زي تأثيره لما يجع الريال لأنه الآن هذه إعادة دورة مش دورة جديدة فالتأثير هيكون جدا محدود مش فارق كبير خصوصا أنه من يتكلم عن رونالدو اللي أكبر بثلاث سنين من رونالدو اللي طلع أيضا مسألت وجود هازارد وجود أسينسيو في الفريق وجود بعض الأسماء مودريتش اللي عم بيكبر بالعمر أنت عندك راموس مودريتش مارسيلو أنت حتورت يعني حسن عندك 3-4 العيبة حيطلعوا مع بعض وكانت رواتبهم كلها عالية فالماليا مش منطق متوازن الفريق إضافة أنك تحط رونالدو هازارد بفريق واحد شيء مش قابل للاستيعاب من ناحية توازن كرة القدم الدفاعي والهجومي يعني خلينا نحكي بصراحة في مشاكل كثير حيواجهها ريال مدريد لو رجع رونالدو من الناحية الرياضية أنت عم تلغي شيء اسمه مشروع أنت عم ترجع تعيش لسنة بسنة وبعد سنة رونالدو بعد 22 ممكن يروح على أمريكا بعد كأس العالم فما في شيء منطقي تخلينا أحكي أن ريال مدريد ممكن يوافق يرجع رونالدو خصوصا أنه أحسن له يدور على مهاجم أصغر وبنفس الوقت اللي بيعرف رونالدو وبيعرف شخصية رونالدو بيعرف شغلة مهمة جدا أنه رونالدو ما هيقبل يرجع كأنه مكسور ما هيقبل يرجع كأنه الريال عم ينقضوا مش هو المنقض رونالدو هذا وشخصيته اللي ميزته فصاحب كثير والأهم من ذلك أيضا أنه لحد الآن أنا مش شايف أنه اليوبي مستعد يستغني عن كريستيانو رونالدو بهذه السرعة وبهذا الشكل اللي صار أمام بورتو سيء جارح جدا لكل جماهير اليوبي زي ما بنعرف لكن اليوبي أمره مأخذ قرار بردة فعل بليلة واحدة نبيع لعب أو نشتري لعب الموضوع لسه فيه لنهاية الموسم ولنهاية الموسم حنشوف العلاقة مع بيرلو وعلاقة وداء رونالدو وبعدين بصير الحكم ببساطة واختصال استراتيجيا عودة رونالدو رونالدو مدريد ملهاش أي مبارر ماليا الوضع ما بيسمح حتى نتيجة مشاكل سلة من رواتب وما بدون ذلك لكن الريال ممكن يتفعله بس مدى فائدته اللي حتكون للريال على المدى الاستراتيجي ما ظن أنه تكون في فائدة على موسم طبعا رونالدو حي ستجل لك أهداف وحيجب لك 20 و25 بس العمر له ضريبة وبهذا العمر كل سنة تفرق كثير بمستوى اللاعب بنوصل هون لنهاية حلقة سلبي مدريد بذكركم لو سنة ما حتبت تركوناك على الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة